تأتي قمة حركة عدم الانحياز إلى التاسعة عشر في العاصمة الأغندية كامبالا في ظل حدوث نزاعات دولية على رأسها الحرب الضارية التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل كما يشهد العالم تصاعدا شديدا في التوتر وحالة استقطاب حادة جراء الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا يشهد العالم تصاعدا شديدا في التوتر وحالة استقطاب حادة جراء الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا والعدوان الإسرائيلي لقوات الاحتلال على غزة والوضع المتوتر في البحر الأحمر إنها أجواء تذكر إلى حد بعيد بما كان عليه الحال في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية في ذروة الحرب الباردة والاستقطاب بين المعسكرين السوفيتي والأمريكي وحلفي وارسو والناتو وكانت تلك الأجواء هي التي قادت حينها الدول التي لم تسعى رسميا إلى التحالف مع الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفيتي وفضلت أن تكون مستقلة أو محايدة إلى تشكيل تجمع غير منحاز إلى أي من المعسكرين تحت اسم حركة عدم الانحياز وتأتي قمة حركة عدم الانحياز التسعة عشر في العاصمة الأغندية كامبالا في ظل حدوث نزاعات دولية على رأسها الحرب الضارية التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والحرب الروسية الأوكرانية وتأمل منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الأسيوية أن تكون القمة التسعة عشر لحركة عدم الانحياز محاولة لإيجاد الحلول للتحديات والتهديدات المتزايدة للأمن والاستقرار الدوليين وتسعى القمة التسعة عشر لتعزيز الأمن والاستقرار في العالم من خلال إيمانها بضرورة الالتزام بالطرق السلمية لحل المنازعات الدولية ترجمة نانسي قنقر